يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة مما أصفر عن استشهاد وإصابة العشرات كما ركز الاحتلال وغاراته على مدينة رفح مستهدفا شمال مخيم أشابورا للاجئين وحي البرازيل قصف جوي ومدفعي كسيف مستمر منذ خمسة أشهر كل هدفه هو المدنيين هكذا يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ليحقق حتى الآن من أهدافه المعلنة ذلك الصفر الذي من مسافته تشتبك معهم الفصائل الفلسطينية فتحقق هي الأهداف شمالا وجنوبا مرورا بوسط القطاع تنسف مدفعية الاحتلال المباني السكنية والمستشفيات والأماكن التي تؤي نازحين مما أصفر عن استشهاد وإصابة العشرات غارات الاحتلال الإسرائيلي ركزت في يومها الرابع والعشرين بعد المئة على مدينة رفح تلك المدينة التي باتت تستضيف أكثر من نصف سكان القطاع بأكمله كما استهدفت شمالا مخيم الشابورا للاجئين وحي البرازيل وفي خان يونس جنوب القطاع استشهد فلسطينيون جراء غارة شنها طيران الاحتلال على المدينة واستشهد آخرون برصاص قناصة الاحتلال عند مدخل مدرسة بيت المقدس التي تؤوي نازحين بالقرب من مجمع ناصر الطبي كما استهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة الحناوي بحي الأمل غرب المدينة بينما استشهد فلسطينيون بنيران أطلقتها قوات الاحتلال باتجاه مدرسة حياء التابعة للأونروا في خان يونس كما شن طيران الاحتلال غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع وحي تل الهوى في مدينة غزة وأطلقت مدفعية الاحتلال قنابل مضيئة شرق مخيم جبليا شمال القطاع جرائم ضد الإنسانية جرائم ضد الإنسانية اعتادت قوات الاحتلال الإسرائيلية أن ترتكبها بحق الفلسطينيين ضاربة عرض الحائط بالقرارات الأممية وقرار المحكمة الدولية بتجنيب المدنيين ويلات الحرب